اشتركوا في القناة اليوم سابر مش ننفخ في صورته وفعلا لعب عمل مسيرة حلوة برشة في النجم الساحلي تيترويت وقليب وبرشة حكايات اليوم سابر مش نعديه معه ساعتين في البركاج هو مازال ما تسرحش بالقليل يا سابر يا معلم تشوف محبة الناس هل محبة الناس هي اكثر حاجة خرج بها سابر بنفرج من مسيح الكوراو صحية وانا محبة الناس اكبر تيتر واحسن تيتر بالنسبة لي لياني من قليل تيترويت ولي ربحنيهم من كله هزينيهم مع لتوال مي محبة الناس في فعام هي احسن حاجة في حيث سلام عليكم من اسم وين كمال وين كمال والحمد لله هذاك فش قاعدين نحكيه الحمد لله يا ربي حمد لله يا ربي وين كمال رغم اللي جاتك عروض من فرقة اخرى في تونس من الاسبرانس ومن غيرها من الجامعيات وانتي خيارت حتى في الفترة الاخيرة انك تلعب مع حمام سوسة وبعد لتوال صحية معنية بابا لجامعيتي لتوال تربيت نحب لتوال وفي تونس من نجمش نلعب كم في لتوال ساعة الف المية معنية اكيد البرح تبعت البرتية صحية انا قلت راهو يحتفل لتوال والله يحتفلنا البرح بالحق معنية البرح شا يعمل كيف وفرحة كبيرة برشة وصرتوه جات في اللخر معنية حلوة برشة حرفتها اتخيخة 97 لكيما المسلسلات في الحلقة الاخيرة في الحلقة الاخيرة جيل مفاجأة والحمد لله معنية البرحة لو لاد مقصروش كانوا رجاء البرشة وفهمة كل جليب والجرينتا واللون فيه وحبوا يعملوا ريكسيون على الماتش اللي فيت متع السياسيس وكانوا في المستوى وقاعدوا للخر وبرافو الجمهور لتوال اللي ما ايسش زادة وكمل معاهم للخر ويدز معاهم وكل شيء في راج كامل وموقفش وسيح ويغني هذوما كل حاجات اللي سامت باش لتوال البيرحة مننا تروها بوان وان شاء الله يا ربي كان كتب بنا باش ننزل بطولة البونتو اللي تمركة متعويل باللاكحة البرح 50% عنده حسابه كبير برشة عنده حسابه حتى حد ما شك كونه الجرينتا والقليب والجماهير هي اللي ساهمت راهو في الانتصار الاخر لحظة حتى جوارات امنت بالربح اني حابت نسلك حاجة لهنا حكاية الجرينتا هذي مضمونة زياد الجزيري مش برشة هما راهو في الجمعية عندهم تدور هذي كينا حكيو على القليب نحكيو على سابر بن فرج نحكيو على زياد الجزيري زيادة هالي كان عنده دور في الصحيح مانيه سياد رجعته بيه يا برشة زياد عنده عندك الجرينتا اللي تحكي عليه انتي عنده عنفليونس على الملاعبية قريب من الملاعبية يعرف يتكلم ممكن مع الملاعبية وما حسين زيدا اللي زيدا يحب اللي طوال برشة وقريب من اللي طوال وقريب من جوارات ويحبه برشة حاجات زياد اللي وحسين رجعتهم كانت ايجابية برشة وسابر من نجموش السؤال متاع كان الهدف منه باش نمش لسابر ونفرج علش من شوفوش يرجع للمستطير الاخضر وخاصة ان مع فريق النجم إراضي الساحلي في مسؤولية وغيره ان شاء الله برش حاجات نجم تعمالهم سابر ان شاء الله يا ربي اني اول حاجة عمري ما كنت بعيدة لجامعيتي اللي طوال ومعنديش حتى مزايا نخدم لطوال معنيها وهذا يواجب بالنسبة للياني كوني نخدم لطوال وان شاء الله يجي الوقت اللي باش نخدم في لطوال ومعنديش مزايا على جامعيتي بالكل بيه سابر بنفرج نحنا تاوا باش نمشي ونحكيوا عتاة تروب وزين نحكيوا بالقدار سابر بدايتك الكوراوية كانت في بومردس صحيح بديت في الحومة في كاركر ومبعدت لي بومردس لعبت ومبعد جيزة ديريكت لطوال لاني مانيات سن 15-16 أكاكا في الزونة دي كمتاح مزايا 18 سنين سنين وبديت مع سي محمد موقو ومبعدت لي ديريكت مع سي الشهد الملك الله يرحم تعيش بهي أغرامك بالكورا جاء من الوالد من الوالدة من عمك من خالق لا معناش شكون كوارجية في العائلة مثلا بابا ولا أمي لا معناش شكون كوارجية في الكورا ممكن يحبوا الوالد ناس كل على خطر في فكاركر غاديك على بليبار الناس كل تحب الوالد تغرامنا غرام متاع حومة متاع الوالد اللي عبوا ديما في الحومة بعد القراية بعد كده الغرام بدأ يكبر والحمد لله يا ربي وكانت أمنيتي كوني نالع في النجمة السيحلة على خطر قبل حتى ما نبدأ مع الوالد كنت نجيل هنا فمت كنت نحذر مات شويت وكل شيء ومبعد الحمد لله الوالد انتقالك للنجمة السيحلة تتفكر التفاصيل وكيف شكيانك اللحظة اللي هي ممفصلية الحقيقة زادة في الكريار صحيح انتقالي ممكن لنجمة السيحلة مشكيمة برشا جواريتك اللي تمشي معناها وتنقوسي وتشري وبالعكس لواحدي وحدي هزيت ساكي وقررت اخويا باش نجينا عمل تيست في الوالد برشا عبيت خلولي برا جيت عمل تيست نجحت قلولي عاو درجة عاو تمشيت عاو جيت ونجحت والحمد لله وكاوف بيه بدايتك في النجمة الرياضي السيحلة اكيد فما لحظة مفصلية وفما وقت معين في البريودة اللي عادتها في الوالد الكل اللي كانت فيها التلعن تع سابر بن فرج صحيح ممكن جيت بريودة على خاطر كنا في الليت وكل شيء كانت ساعة 8 مع فرنانديز كان يريني فينا عام 99 وقرر باش يطلع برشا جهورية من الجينيور وحتى معناه اننا مت متع الميك لامتاعنا كل بدل هولنا كل شيء وعاشرة ملاعبية وقرر باش يتلاقي بنا معناه اسباح وعشية وولينا انترينيو حتى في تروسيونس في النهار وقال معناها جواريت هذوم اللي تنجم وتتعملوا عليهم في المستقبل وخرج معنا برشا ملاعبية من ضبط ساور بن فرج في التمارين وفي الليت وعلى قبل ولا يزارتي ويفسع لا عمري من زارتي لا بالعكس من ضبط كنت نحضر معناه في التمارين الكل كنت كيف لا لا برا اسمي اه جر جر واتات معناه برا اي واتات نرمال او كريد كنت هتلقاه واتات ومحلاء هيك خفيفة اي شيء بس صحيح اي بلا اي با حب نحكي على الحياة العاطفية ساور بن فرج موليد سنة 1979 طوله 1885 كانت تحبوا طوله ما عرسش المعجبات هم اللي ما خلاوكش تعرس او لشين ليه مش عكية مش عم حشام سابر بن فرج السبتقوني راهو حشام وراهو عاقل نحب نفهمك الحركات اللي يقوم بيها بعد ما يمركي البون تويت شنية علاقتها بريقات نشوفيه طوله ليه مايني بتبيعت يا لخاتركي نبدا نكور ما نحبش نخسر ونحب نرجع نحب نرجع لك ما عندي حتى مشكلة ومعناها انتي قلت كلام اللي توال عطاتني بارشة سيفرية معناها معناها وعمري ما ننسى فضل اللي توال علي وخير اللي توال علي كسوع لييني ولا حتى على عائلتي زادة وكل شيء والحمد لله يا ربي وان شاء الله يا ربي تجي الفرصة اللي كوني نخدم اللي توال وهذا معناها شرف لي لييني كسابر بن فرج اللي نخدم اللي توال ومعندي حتى مزي وديما كيما قلت لك من قبيل وديما كيما قلت لك من قبيل دبلوماسية ذي دبلوماسية اما بالرسمي تخدم اللي توال كيفاش نخدمها بأي حاجة لا بأي حاجة لا شوف ايجا نكلمك النجم اني اول حاجة معنيش بعيد على اللي توال بش ومبلوس معناها هون كونتاكت بأغلب الملاعبية اللي هون أصحابي كل شيء ونحبهم ويحبوني برشا فهمتا ما يجي وقت اللي انت تنجم تخدم ما كي بالحق معناها تعطي أصون برسونة تعطي اللي توال مرتاح وكل شي فهمتا والحمدول اللي اني معناها علاقتي طيبة بالنس الكلك سواء مع رواسي الجماعيات الكل ومع المسؤولين نتعجبنا نتعلي توال الكل وعلى خطر كل إنسان الراه يخدم لتوال ما إلا هو نقدر وفهمت ونحترم وكل شي بقيت أنا رجل ونحكيه على علاقتك بلاعبين نجم رضي الساحلي ومسؤولين نجم رضي الساحلي احنا وقفنا عند حكاية الحياة العاطفية معناها العرس هو اللي توى فهم برنيج بتاع عرس هو اللي معتلك لا ان شاء الله معناها على قريب لمحالة هاكم مستدعين من توى ان شاء الله على قريب زيدا نحن كرور ليه الناس كله فرصة بش نستدعموكم جمهور الهتوال الكل مرحبه بيكم على الرسول اليين مرحبه بيكم وميه ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله تنتيك الديد ليه فكسي إن شاء الله يا ربي كل شاي مريك إن شاء الله في جواه في جواه علش ممكن تقلي رتار شوية ممكن نحب نحكي معك السراحة مش نحكي معك السراحة ممكن كي كبير تاني وبديت هكا نكور وبديت أول سالير وكل شي كانت عندي مسؤولية كبيرة برشة اللي هي عائلتي أمي وإخوتي وفاميلتي لكل اللي بالنسبة اللي اللي حبيت نكون نانية معناها حبيت نكون معناها حبيت بكل صراحة معناها حبيت نركح أمور عائلتي لكل وتلهيت بعائلتي وحسيت روح لييني معناها وليت مسؤول على الدار العائلة هذيك وحتيت معناها مخي الكل في الكورة وفي حياتي وفي دارنا اللي يلزمني معناها نعيش دارنا كيفما نحبيني ونبدل دارنا وإخوتي والحمد لله معناها نسمى وفقت في الشي هذي وكما يقوله ما رضا الله إلا برضا الوالد سابر بأن فرج زواج تقليدي ولا عن حب ولا بايك يسمى بايك مش حمد ولا لباس متفاهم أنا وياها فهمتها حمد ولا لباس حمد لا لا بالحق معناها مانتفاهمين يعني ولبنية و primitive بلاد وكل شيء ومانتفاهمين يعني والحمد ولا يا ربي فهمتها إن شاء الله ربي يهنيكم أمين يا ربي عمش نشوفه عندك دفوات عيد ميلاد خطيبتك وقتاش هذا يدفوك خطر عن برشا جاء هنشوفه عندك أنت موجود ينساو التواريف هذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحمد رس الله وكل شيء لأن في نوفمبر يظهر لك في نوفمبر حتى يقرب نوفمبر ومثبتوا عندهم ندقوا ولا هوا في مارس بهي غناية بشتحديها تقول خطيبتك تردائها على خاطر ما تفكرت شعي الميلاد نتصور حتى ما تغشيش عليك على خاطر أرزينا ارزينا وكل شيء. تعرف ممكن حاشة ميني تعرفني حاشة مطوى ولا تعرفني مالعش شن... شنوان نسمع طوام عدد شنهدئو لسيدة المستمعيين وشنهدئو للخطيبة وشنوال غنية تحب تسمحني؟ شنوال غنية تحب نسمحها؟ خلي حاضر هاي للمرنات، امتاع... متاع يوسرا محنوش نسوو يوسرا محنوش؟ ميحانا 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 غافت شمسنا الحل وما كان غافت شمسنا الحل وما كان حياك حياك بابا حياك ألف رحمة لبيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر البسايا بسايا اللعب الدولي، لعب كورت القدم الدولي التونسي نجم نجوم، نجم من نجوم النجم الرياضي الساحلي، سابر بن فرج، قاعدين في الليجاند، ندرجو شرب الجودورانج متاعو، ونرجعو باش نحكيو معاه، على مسيرتو في النجم الرياضي الساحلي، وأحلى الذكريات في النجم الرياضي الساحلي، أولا كانت البطولة، البداية بدات مع البطولة، هاي بأولا؟ ورابط الأبطال 2007 ومشاركة في كاس العالم من اليابان وكل شيء معناه دي سوفينير أحلوين برشا أحلى ذكرى فيهم أحلى ذكرى ممكن الشامبيونز ديج 2007 كي هزينا التيتر في مصر ومعناه فريمو التيتر الوحيد اللي كان ينقص النجمر هذي سهلي وشي يعمل كيف كي تجيه معناها هزينا معناها هزينا التيتر هذي ومن مصر بالذات وكانت برشا ناس مش مأمنا كونا مش نهزوا نحنا التيتر هذي فيو لعملنا معناه نيول اللي هنا في سوسا وكنا ناقصين برشا من لعبين نذكر معناه كما سيف كما مجلي بن محمد كما مهدي مرياح هذو ما كل ما لعبوش معناه كانت لعبين خايف علينا من كارتون كونتر الأهلي والأهلي في الوقت ذاك الأهلي المصري معناه الفريق القوي برشا وكانت عندنا روفانش ما على خاطر عندو ميلسانك ربحونا ثلاثة غادي عملنا معهم نيول اللي هنا وزد وربحونا غادي كثلاثة وهزوا هما التيتر هذيكا الفين وسبعة رجعني لهم وهزينا نحنا وربحناهم بثلاثة غادي ومعناها وكي بعد ما كمل الماتش وبعد ما روحنا اللي هنا معناك تشوف الشيخة متاع العبيد وتشوف وتشوف الامبيونس وتشوف الجو وتشوف الفرحة متاع العبيد وكان يوم غاير عادي حاجات ما تتنساش هي أكيد أما ذهل إذا ما تنساش الكرسي في بارتية الأهلي صحية والله في الوقت ذاكا ممكن ما حسيتوش ومن بعد كراوحنا اللوتير بالرسمي معنا يا راسي وجاعني ساعة تابوري هو لوح لمحالة ما ساعتهم ما حسيتش الضربة من بعد توجعت شوي مير حمدول الله يا ربك ممتع سابر في المقابلات هذية خاصة المقابلات الكبيرة سابر بن فرج معناها عنده فما حركات اللي يعملهم ديمة بعد كل بونتو تفكروهم الناس الكل كونتر تراج رياضي التونسي حركة للجمهور على ركيبك وقتها وعملت الفاز هذه الحركات الثانية أخرى حسلوك هذو ما تبرمجه ومنتي قبل ولا كيفاش ولا تجيب اطبيعتها؟ رامر لي مبرمج حد شيء كما قلت لك قبيليني حتى كنرم معك طرح كارثة ممكن محب بنربحك معناها وملكتر في ما تشويات متاعنا نحن وليس بيران دي ما سخان برشا فهمت و ديما معنيها من الصغراء من اللي تلع في الجنور و تلع في كادية كونتر الاسبيرونس كسواء غادي في البرك و اللي الهنية ديما عنده ديما المتشة ديما عنده رهين كبير و عنده واحد و ما تشويتنا كانوا سخان برشا و حتى اللي جيزت اللي يصيرهم عملي ما كنت نخمم في حاجة بش نعملهم جيبه هات بتبعتها كيكا سبونطاني و كامل لكن جماهير نجمل الساحلي يتفكر و ديما لحركة هذوكم و يحبوه همرا ما نحب ولا نكر في الرحلات متاعك الكل فما حاجة معروف على سابر بنفرج يخاف من الطيارة و من البلايس لمسكرة صحيح هذي؟ لا مش اني ما كانتش عندي قبل الحكاية هذي امي مره نلعبه في ماتش كونتر معناه لكلوب افريكان في تونس و تضربت ساعاتها ضربة كبيرة برشا في خاشمي معناه تكسروا و عملو لي ليماشا ذوكم و كملت لعبت الماتش و من بعد ما دويت كان كيجيت لانيه لكلينيك دي سوسا و عملت سكانير و كل شيء و تبيب حكم عليا بش نيقدوا بالليماشا في الليل معناه اللي تخنقت من ساعاتها هو اللي تعندي أكل فوبية في حاجة مسكرة ما ندخلش مثلا حكينا حكاية الفوبية في فرنسا الفوبية ايه هني معا كمانتي موكم كل تويت ماتش اللي هني كنت رجرجيس هبطت معناه من الطيارة على خطرت سكرت الطايار علينا و صغيرة برشا موكم برشا نيس ساعتها اولتها و كل شي ما كي مشيت لفرنسا مع الماتش اللي لاني تقلقت برشا من الطيارة و كانت صغيرة برشا وتقلقت معناه هبطت و اللي تنمشي في تي جيفي وعند مسؤولين في فرنسا ورئيس جماعية قال لماذا لا نرى حل جابوا لي بسيكاتر وطبيب نفسيني وقال ما دام عنده الفوبيت الداويد هاي كل بعض انترينموه هز يعمل بيه دوره في الغابة في السنطر ويبدأ يحكيلي كل مرة يحكيلي حاصلوا كي جيت الجمعة اللين بعدها عدنا ما تشيخر في مناش وين ساعتها مش نطلعوا في الطيارة قال لي حاضر باش تطلع في الطيارة قال لي اخر مساج كان حسيت الفوبيت ديك جيتك وبدت معنها هكا قولها فيان عيج فيان يا فوبي فيان يا فوبي فهمتها وبزهر تلعب جنبي في الطيارة معنها قال لي قولت لي ورين نحس في روح بديت هكا من نتقلق وكل شيء قال لي توسلوا مو مو جميع قولها فيان قولها فيان اوه ما فيان 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 لنشدتني شدته نحطيه ديريكت وكاوب قال لي حللنا البيع بس حافظ والسلام عليك اعودوا ابتوني وكاوب ايجا يا فوبي ايجا يا فوبي ايجا فوبي ايجا فوبي ايجا يا فوبي ايجا فوبي ايجا فوبي لتوقل والتتوجات تجربة ابدا بحكين على فرنسا تجربة في اه لماع معناها انت تقلق من جولة عشرين جولة لعبت مقابلة واحدة في العام الثاني في اه لماع شنين الحكاية وقتا التجربة متاعك حكي لنا التجربة متاهت ناجم تكون مش ناجح البره تجربة متغالي ما خلاك تلعب الله مباراة وحيدة في عشرين مباراة شوف كنت في الموسم الثاني الموسم اللي 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 لعبته كل شاي الموسم الثاني كنت مش نلعب وعملت البربارسيون كبيرة برشة ميو ويتت عندي بلوسيور صارت لي ذربة عاملين استايش في سويسرا صارت لي ذربة قوية برشة تكسرت لي كوت ساعتها وولتاو مخلقتني براتيكمو قعدت حكاية شهرين شهرين ونص منترينيش ومن بعدك رجعت معني هما البربارسيون كبيرة براتيكمو قدت تشد في بعضها وكل شاي وكملوا كيكمو بعد تنحلوا انترونيور ذاكا جاي انترونيور اخر عندو فلسفة اخرى وباو العام الثاني براتيكمو ممشيتش معاي بالبيع وكاو وبرشة دي بلوسيور صارت لي وكاو بعدها رجعت لتونس وخيرت بشتلب معا امل حمام سوسا وقتالي جاتك عروض اخرى صحيح جاتني ساعتها برشة عروض وكل شاي ما يتوقينا في الوقت ذاك انا حتى كيرا واحد معنا من فرنسا ممكن حاجة ما نحبش نرجع لها برشة وما نحبش خمم فيها برشة من بعد تالي قررت كوني نبطل الكورة وقعت ساعتها جي ستة شهور وسبعة شهور بطلت الكورة قلت نتلاها بخدمتي ونتلاها بعيلتي وواكها وواحدي تلاها بأمور ومن بعد تالي بحكم عندي علاقة كبيرة برشة مع سامي ومع برشة عبيد معناها في الجامعية كمحسن وسامي قالوا لي معناها يجا بحذانا وكذا وما إلا جامعية معناها متاعكم وفي الساحل اللي هنا بمشيت عملت معناها ما تشويت وترنيت ويشرفني كوني العبد في حمام سوسا وجمعية الثانية بالنسبة لليني اللي هنا في الساحل وعندي علاقات طيبة برشة مع حمام سوسا كسوها مع سامي ولا مع سعاد المرجين اللي التوا بينتنا علاقة طيبة والتوا يحبوني ويقدروني والحمد لله يا رب العالمي مرواني تقولي كوني؟ لهم من هذا بالنسبة لليني في الوقت ذاكي كوني على خطر ما نجمش نخرج من سوسا ونجمش نعيش في بلاسة أخرى بخلاف سوسا وبخلاف كركل ما نصورش روحي نعيش في بلاسة أخرى شيتو المصر الربحة لك عملته الفنال كانت فرحة كبيرة واسموية ونتفكروا التتويج هذاك وبعد مشيتو اليابان اللي توال في الجابون أحكي لنا شوي على الفترة هديكة كيفش ربحكم من الباتشوكا؟ شوف من دوميل سيس عملنا جمعية كبيرة برشة دوميل سانك دوميل سيس كونا جمعية كبيرة كبيرة برشة وصدقني معناها كين ساعت نحكيها حتى اللوليتا ومعناها وصلنا نحكيه حتى في الفستير معناها وقولوا معناها الجمعية ذي قداش نربحوها الجمعية ذي ايش نعم ومعناها ما احتراميتنا الجمعية الكلة ووصلت عندنا معناها تلموت ثيقة في الجروب امتان اللي ولينا نعرفه وقتاش نهزه الريتم وقتاش نطيحه الريتم وكانت عندنا حتى ساعات كي تبدل اللي كيب مش في نهارها كانت عندنا جواريتي اللي نجم يعمل لك الدفيرينسا أتو مومو نذكر شيخاوي نذكره جومبيي نذكر برشة ملاعبية اللي نجمه شرميتي اللي كان ينجم معناها اتو مومو جيلسون لبو كان ينجم يعملك معناها الدفيرينسا في الوقت ذيكا وعملنا جروب بهي برشة وكمشينا اليابان زادتنا برشة ثيقة ومبعد مشينا كمشينا بعد مصر عملنا غاديكا ماتشويت بهين وعملنا والحق يوقع لساعتها سبقنا ببريود هكا وعملنا استاج بهي برشة في كوريا وكل شي عملنا عشرة ايام براتيك موال 12 يوم غاديكا في كوريا لتعودنا على التقس وتعودنا على كل شيء ومبعدتلي ديريكت من كوريا ومشينا اليابان وعملنا ماتشويت كبار برشة وانتصارنا كونتر باتشوكا ومبعدتلي حتى كونتر البو كمانيها كنا ننجم ونربحوا كنا ننجم ونربحوا من كاوما ممكن ما حبتنيش كورا ممكن في الأخر نذكر شرتو كورا جيلسون اللي هكا ممكن دخلت كوننا رانا تخلنا التاريخ بالبيه بالبيه ولو انو الرزلتال عمنيها كبيرة برشة فما بالك انتي معناها نتذكر ساعتها جوزيف بلاتر جاء السيمو عز قالوا معناها في ريموم معناها تمنيت كون الرتوال تلعب في الفنال وتستحقوا بش تلعبوا معناها الفنال وكل شيء وشكرنا الناس وكل هيكاية وتخللنا من بعد وكل شيء أخذيتو برشة فلوس مالا لا لا مش ساعتها والله العظيم صدقني قسما بالله ممكن ما خممنيش في الفلوس مستحيل كان خممنا في الفلوس وصحيح الواحد اخذيه حق وكل شيء وواجبه بش ما في الوقت ذاك اصدقني ما خمموش في الفلوس بكل هالأجواء الطيبة بين اللعبين خلينا نقولوا لمش الأجواء الطيبة بهاكاكا في المطلق العلاقات الإنسانية ما بيننا ملعبية عندها دور في صنع جمعية قوية وصحيحة املا اكيد ماتنجمش تلعب واحدة 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 وماتنجمش تضرب واحدة وماتنجمش تضرب وحدة بناتنا فيما جو كبير برشة في الجروب فيما سوليداريته كبيرة برشة فيما أمبيونسة كبيرة برشة فيما كل شيء حتى الصغير كان يطلع معانا ميحسش اللي هو ميحسش روحه اللي هو أول مرة بش يلعب ولا لايب العكس ندخلوه في الجروب وكان فيما تأثير كبير برشة الحق فما شكون يقول كون الأجواء هذي كمتاع 2006-2007 طوى قاعد نحس فيها في اللي توال قاعدة تنشي قاعد نظهر في الثمار المتاحة إن شاء الله يا ربي أذي كل ما نتمنوه ونحن منها خات الراوكي يبدل جاو به فصل الجروب ويبدل جاو به فصل إدارة كلها سرفلية على الجروب وتعطي منها الملعبية والتي تلعب خير وتعطي أكثر ما عندها والجاو به يجيب النتائج وكل شيء ثلاثة مقابلات جايين للنجم الرادي الساحلي شنو تقول الجوارات اللي توال في الثلاثة مقابلات هذو ما لي بعدهم تنجم تكون تتوج هي بالبطولة شوف يعني نحب نقول كلمة بركة لتوال نتمنى معنى أن الناس كل الملعبية كونوا يسمعوا فيها ولا أراه كم فما جمعية تخوف لتوال رأي لتوال ومن خافوا كم من رياحنا على خاطر ما يخوفنا حدو ما يقلقنا حد أحد لجورنا بديو في نهارنا وبقلوبنا رجال وعازمين وعدنا ثيقة وعدنا الإرادة القوية نربحوا اللي ما عمرو ما تربح ونربحوا في بعضها كل نربحوه نهارة اللي لتوال نخافوا كم من رويح نمنوا برويحنا على الأخر ولتوال ما تخاف من حتى حدو ولتوال جمعية كبيرة برشة وتنجم التيترويت مش غريبة على لتوال وقدر نطع لتوال كونيدي ما تلعب مناعة التيترويت والتيتر هذية إن شاء الله يا ربي بنسبة كبيرة برشة يكون متاعنا نحن هنا هي الجمعية في الثلاثة جمعيات الأخرين إسبرانس ولا الكلوب ولا السي اس 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 ترها هي زادة عندها حظوظ كبيرة بش حظوظ لتوال أكثر من ناس كل نحن نشوف نحن نعمل وقل علينا نلعب وقفو نمنبر ويحنا للأخر ولي كتب ربي يسير ميراو كنفمة جمعية تخوف لتوال قبل ما نخلي الموزيكا سابر بنفرج قبيلة نحكيه على العروض جيتك فرصة باش تلعب في جمعية كبيرة وما حبيتش حبك للتوال معاه يسمعاه فما موجود معاه كره الجمعيات أخرى وإلا تحب لتوال وتحب تكاور كنفل جهة متاعك ولا شنيني الحكاية بالضبط خطر فما جمهير النجم رضي الساحل أنا أحكي لك الشايع الشايع عند الجمهور سابر بنفرج وليدها ويحب الجمعية وما يكاور مها حتى حدا بار لتوال فما شكون يلوم على عمار فما شكون يلوم على عكايشي فما شكون يلوم شو ممكن ما نحبش أن نقارن روحي أنا بالوليد وربي عينهم وكل شاي ما بالنسبة للياني خلنحكي على روحي أني نحب لتوال وما نلعب كن في لتوال وتمنيت باش نكمل الكاريير متاعي في لتوال ميال لغال ما نحس روحي كني كملت كارييري في لتوال وكارييري وقف في لتوال والحمد لله رب العالمين واللعطاء ربي مبروك كهو ما بالنسبة للياني كجمعية في تونس أراني نحب كن جمعيتي اللي هي لتوال اليوم وغدوة وبعض غدوة وجمعية صغيرة نهارياخر الغالب أني تربيت نحب لتوال ملياني صغير وكبرت أمس كنت سيبورتور بعد جيت وليت كوارجي وتونا نرجع سيبورتور ونهارياخر ممكن مسؤول ونهاري ميديمة في لتوال منا أولاد لتوال ما هو فما أشوف كاو صاحبي شنو لإجابة دون تعليق خطر أشوف أنت برح تتفرج في الماتش وتشوف معني عكيشي وتشوف شودي وتشوف ممكن ذويدي بقل درجة رأو فما فما جوريت ما ينجموش يتحولو والحمدول لإنا أحسن لشرفكم نكون من اللعبية اللي ما ننجمش نحاول من جمعية الجمعية فما من اللعبية اللي ممكن ينجمو يتعدو في المات التوجاع وممتوم تقول زادا ربي يهديوك معنا ما لتوال رأو ما تيقف على حتى أحد لتوال لا تيقف لا لا زيد لا لا عمر لا حتى شي هذه الموليد معنا ممكن هم يخموا في مستقبلهم ولا أمورهم ولا ما نحبش نكون قاسي برش عليهم هم ما زادا أخويا اللي توال رأي ما تيقف على حتى ملاعبي في الدنيا هذه وتمشي ناس وتجي ناس وتمشي عبيد وتجي عبيد يقد كالتوال وتقد كالجامعية لتوال ما تنجم ش تتبدل ما تنجم ش تت محمد أنا أترأى اللي يخرج من نجم من هذه الساحل يجي نهار ويندم خاصة من أولاد نتصور الممكن الموجودة في لتوال والجو متع السوسة والجو متع الساحل خليني منبعد على السوسة متع الساحل بسيفة عامة ممكن فما ناس اللي ما تنجم تندم وكما ندمت برش عبيد أخرين نقبل نتصور فما برشة ملاعبية ممكن خرجت وندمت إن شاء الله ربي معا مكاوم نحكيه على السياسة والتجربة السياسية كنت نحكي مع سابر قلت له معناها ما جبتش أصوات الله غالب معناها وحرمتنا وتحرمنا من وجودك في المجلس تأسيسي قال لي لا أنا وقفنا عندك مش معناها ما جبناش أصوات بالعكس معناها القايمة متاعنا معناها فازت بمقعد في المجلس تأسيسي ساعتها قايمة شنية القايمة قايمة عن حزب المبادرة ساعتها في المهدية ودخلت معا مشاركة في القايمة ذيك والحمد لله معناها اللي ربحنا ساعت ومع العلم ساعتها حزب المبادرة كنتمينا معناها الحزب مزالكي تكون معناها خليني نقول بعبرة أخرى مزال صغير الحزب ومبر الحزب لكل وقتها صغيرة صغيرة ممكن رئيس الحزب هو اللي معناها حتى حد ميشوك في القيمة متاعه وفي البرامج متاعه ومعناها وفي 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 خبر وفي كل شي تبقينا معناها الحزب مزالكي تكون برشة ناس ممكن متعرش الحزب هذيك أمين الحمد لله مشينا برشة بلايس وكتشفنا برشة بلايس ورينا برشة بلايس والعبيد ياسر فرحوا بنا والحمد لله كسبنا كسبتوا أصوات أما مقاعد ما سمحت لكم مش بش تكونوا لا لعنى لعنى مش ما سمحت ليا لعنى 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 شاركت أما ما ما كنتش على رأس القايمة كنت بعيد وحبيت حبيت نشارك يعني حبيت نشوف أول انتخابات ممكن هكيا في البلاد والحمد لله جيتني الفرصة كوني شفت برشة بلايس واكتشفت برشة حزيات اللي ما كنتش نعرفها في تونس ترى روحك معناها في السياسة تقدم ولا معنات نجم تقدم حاجة للبلاد كيت رشحت وقتها ولا كيفاش معناها ولا حبيت رنفورسي القايمة وكهو ولا مش كستيون رنفورسي معناها الحمد لله معناها أني نقول معناها اللي نسمى نجحت معناها في الوحدة متايمة حبيت معناها حبيت نشارك حبيت نفهم حبيت حاجة حاجة جديدة عاليش حاجة ديما الواحد يحاول يجرب كل شي معناها فمت إنك تجرب حاجة ما تنجمش تقدم فيها الإضافة معناها مشكلة ممكن أقبل لكم تحس روحك متقدمش الإضافة اليوم بعد ما شفت الأجواء داخل المجلس تأسيسي ممكن والله كلمك صحيح وليجيك برشا ممكن كي شفت الأجواء داخل مجلس تأسيسي النجم ممكن نجم نجم شوية ممكن نجم تقدم بالقدير الإضافة المهم معروف شنو وليزا كنا نجم ونمش الأهم فيسع فيسع فينتور الخطر أنا أترافي برشا طبيعو نتور الناس بسفة عام هي عليش قامة الثورة هذه وعليش واحد معناها هما حاجات معناها ولو أني منحبش نحكي برشا في السياسة خاطرني مراش روحي سياسي بالحق معناها فمت كإنسان كمواتم تونسي قاعد نغزر للبرشا حاجات اللي تنجم معناها تتصلح فمت تركونا فم برشا حاجات تتنجم تتصلح في البلاد شنو رسالتك طولة اللي تشوفيهم في المجلس التأسيسي أنت كنت نجم تكون معاها وكنت نجم تقول لهم برشا حاجات وانت طول موجود في المجلس التأسيسي طوى اليوم وهم يسمع فيك شنية رسالتك لي والله يشوف ممكن الرسالة الوحيدة اللي نجم نقول لك أن ناس كل حزاب اللي تحط اللي تفبعو عذرا كان فما مصلحة ري مصلحة واحدة للبلاد تونس نبعدوا على التجذبات السياسية الكبيرة هذي ولغة الأزلام ولغة الواحد نحطوا نحن يدينا في دين بعضنا ونخدموا البلاد هذي ونخدموا الشعب متاع البلاد هذي اللي فما برشا نيس مستحقة بش نجيبوا مواطن شغل بش نجيبوا بش نحسنوا بش نطوروا بلادنا وتونس راهو 3000 سنية مناها حضارة وكل شاي اللي المريض برشا حجيت خير من هك نسوي انتي سابر فما برشا لا معليك فما هدف من أهدافك هدفوا للتحول للرئيس المخلوع مرة وفما شكون لا معليك قالوا لك كيفاش سابر انتي كنت معناها من الأزلام وخذا أسكنت بأي بأي ناجم نسألك نسوي سألني ونجاوبك أسكنت كنت نجم تسألني عليش هديته البن علي سعطها وقتا فماش عليش بش يسألك معناها هذاك الظاهر والعام وانتي وقت عليش وانتي عليش تسأل فيها طوان وانتي نوضحو للناس لا وانتي عليش تسأل فيها طوان بش نوضحو للناس الحكاء معناها انتي كنتحب نوضحوه وانتي نتسألش عم انتي كعليمي مو مهمتك وانتووضح للناس عليش مسألتني وقتها وقتها مسألتك لانو الوقتها سوال مش مطروح معناها ومن نجمش وانكور ما نجمش عليش مش نسألك نقول لك انتي عليش هدية البن علي اليوم بعد الثورة أولي النجم نسأل اليوم قبل ما نجمش شو نقول لك انتي عليش هدية البن علي البنتو متاعك انا كان يهمني البنتو متاعك هدية الوالد حب بنتي كورة هدية الوالد حب بنتي واني طوما نجمش نجيوك واني شوف راوز الناس الكل كانت معناها تتكلم وتهدي واحد واني من طبعي معناش مش نقول عليش ولا واحد ميا في الوقت ذاك الحاضر كإعلاميين انتوما ككل شي كنتوا تصورونا في كل شي حاجة بايا بالنسبة للي يعني معناها الغلطة في العلامة ما كانش عندك دور انتي ما احنا نصورولك انتي ما تشوفش مش 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 نقول انا الغلطة في العلامة كهو ممكن الشعب التونسي شوف الشعب التونسي الكل كان يهدي وكل شي يعني هديت له قلت معناها وقتها لموضة انتي الكاميرامين من تالي قالك يهدي يهدي مش الكاميرامين قالي شوف اخويا حاجة ومنتجاوزوها وكهو باهي واضح هدايا بن عليا المخلوة حكينا عليها والمنصف المرزوقي اليوم كيفاش شطرح ما تهديلوش هدف تهديلوش حاجة ما تهديلوه ممكن ممكن ماذا تحبب تقوله نحب نقوله وكون رئيس للتونسي الكل معناها بالحق معناها اليوم انتي عندك امانة كبيرة برشة اللي تنجم تكون معناها تعمل حاجات خير برشة من اللي تعمل فيه وفما ممكن نتذكر كلمة قالها اسمعتها مرة لعيسا مشاويلي نتصور رئيس تونس نتمنى يكون ديكتاتور اما يكون عادل برشة ديكتاتور عادل هذية نظرية اخرى وفلسفة اخرى الخطر نتصور الكلمة هذه مشتاعة ممكن اسمعت عيسا مشاويلي هو اللي تحكيها كلمته نتصور صحيحة برشة يجب يكون رئيس للتوينسة الكل رئيس للتوينسة كل برشة ديكتاتور لأ ديكتاتور وعادل ديمقراطي سيد نورمان مدام كشكون عادل شكراك ديمقراطي وكل شي دونك طول تتناحك من ديكتاتور وبرك الله وفيكم على الاستضافة الحلوة وعلى البركاج وكل شي أول مرة تسمعوا في تونس برك الله وفيكم على البركاج يحديش دو في زانق يقولوا برك الله وفيك على البركاج وكل شي المسيون حلوة برشة وخفيفة برشة تبعتها برشة مرات ويعتيكم الصحة وبرفول والليد وبرك الله وفيكم يعتيك الصحة أنت سابر بنفرج إن شاء الله نكون خفيف ظل كنا خفيف ظل عليك ما نعرش إذا كان فهم كلمة تحب توجهها الجمهور مسؤولي النجم رياضي الساحلي الناس اللي تحب سابر بن فرج نتقل لهم في ختام الموعد نحب نقول أهم حاجة اللي كسابر بن فرج نشكر العبيدة كل يكاين اللي كانوا معاي قبلوا واقفينوا معاي ومزلوا حبوني أهم حاجة نحب نقولها راني ربحتها من الكورة وربحتها من الأتوال اللي ما ننساش فضلها علي وكل شي هي محبة العبيد الحمد لله إني ونمشي طوى معايها العبيد تفرح بي بارك الله وفيهم وراء نبدلهم نفس الشعور وإن شاء الله يا ربي نتمنى معايها سنة بالربح اللي عملناها الاخريني إن شاء الله يا ربي لتوال تقدم إن شاء الله لتوال ديمة معايها في العليل وإن شاء الله نربحوا برشا متشويت ونهزوا تيترويت وجاي أكثر يكون أحسن وخير وإن شاء الله يا ربي نعاودوا نعيشوا اللي موما اللي عشناهم نحن في دوميلسيس ودوميلسيت هذه كفرحة لخطر هكلا حظت أنت راو شعب تونس الشعب بصفة عامة والساحة بصفة عامة يتنفس كورا ويتنفس لتوال كي تبدأ لتوال ربحة سوسة تبدأ هكا جو فيها وزاهية وكي نقول معناها زاهية مش سوسة باركة معناها حتى المدن البعيدة كيما جميل وقصراليل وزرمدين وتبلبة وكركر وبو مرديس والجمع ذوم الناس كل تبدأ شيخة والعبادة كل تبدأ فرحانية برشة على خطر جمهور لتوال نعاودها للألف المية راهو مش في سوسة باركة جمهور لتوال راهو ملجم حتى البوفيشة ناس كلها تحب لتوال وتحب بالرسمي لتوال وإن شاء الله لتوال ديما تفرحهم على خطر البلاد تحية كورا وتحية كل شي فمتن يعطيك ساحة سابر بن فرج برك الله فيك على الأمسية الحلوة هذه معاك نحب نشكر زادة لجنز مرة أخرى برك الله فيهم على حسن الضيافة محمد مراد تحياتي ليك أنور الساق جي برك الله فيك في التصوير تارق عشور شكرا ألف شكر نحب نشكر زادة أخوي أمروان بن عمار شنو المساج اللي جايك ما نش بش نقوله ولا تقول ما نقولوش خير به سابر بن فرج كان ضيفنا على امتداد الساعتين تفعلوا معها الناس برشة تريفونه هو ما سكتش كيف كيف زادة على صفحة متعانا على الفيسبوك برك الله فيكم على السوديوات جاورة فام بونات برك الله فيكم اللي تسمعوا فينا على البوند فام شكرا جزيلا كيفاش تقول ريم تحية كبيرة لزميلة ريم إن شاء الله في فور منهار تلاثنين تكون هي معاكم شكرا على حسن المتابعة والاهتمام فيلمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة